موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف فعالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدد ريدمشن طبعا ريدد اونلاين كان مخيب نوعا ما لبعض الاشخاص وبعضهم عجبوا الونلاين لكن وصفوا بالممل طبعا لحد الان انت ما تقدر تحكم عليه ابدا انه ممل او انك تقول والله مية بالمية الونلاين ممل وبايخ ما تقدر تحكم عليه ابدا لانه توف في البداية ممكن الاشخاص اللي لعبوا جرانز اول ما نزل رح يعرفون قد ايش ريدد اونلاين مشابه جدا لجي تي اونلاين اول ما نزل جي تي اونلاين اول ما نزل ما كانت فيه اي فعاليات فقط كانت فيه الاساسيات اللي هو الفري روم اللي هو سيرفر وبعض المهمات البسيطة والتيم دثماتش فقط هذا اللي كان موجود عندنا لكن شوية 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 روكستار اضافت لنا التحديثات الاسطورية لجي تي اونلاين على سبيل المثال دي ال سي هايست اللي هو تحديث الهايست او سرقة البنوك تحديث الهو دومس دي هايست البايكر دي ال سي البانكر دي ال سي النايتي كلوب دي ال سي يعني شوية شوية اضافوا الاشياء الاسطورية والتحديثات الاسطورية لجي تي اونلاين فردد مشابه جدا انتظروهم شوية وبما اننا خشينا 2019 ف2019 هي سنة ردد اونلاين وروكستار رح تركز بنسبة 100% على ردد اونلاين ففي هذا المقطع رح نناقش ايش رح يجينا في 2019 وتحديدا ايش رح يجينا في شهر يناير او شهرنا الحالي اول شي رح يضيفو روكستار في 2019 رح يكون السيرفر الخاص وبعض المسربين اللي هو فان ام دابليو تو سرى بهذه الصورة من ملفات اللعبة وفي هذه الصورة رح تلاحظون انه خيار السيرفر الخاص رح يكون موجود شي حلو جدا 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 انهم رح يضيفو لنا السيرفرات الخاصة لانه بعض الانشطة مثلا زي اللي هو صيد الاسماك وصيد الحيوانات وما ينفع تسويها في سيرفر خاص تسويها في سيرفر عام على طول جيك رصاصة ماش يزيل لها بهتشوت وفا فشي حلو صراحة انهم رح يضيفو لنا السيرفر الخاص عشان نقدر نسوي الفعاليات والانشطة الحلوة هذه بدون ما احد يآذينا ويقتلنا الشي الثاني ايضا روكستار سابقا اعلنت عن نظام الانتي غريفن طبعا انا قلت عنه رح يكون نظام مشابه جدا للنظام الباسف مود في جراند البعض جاسة عني وقال لي يا صالح طيب اذا انا حطيت لهو هذا النظام فاش رح استفيد ما رح يقدر استخدم اسلحة ولا حاجة ايش يستفيد من الانلاين او ايش يسوي في الانلاين طبعا روكستار اطلقت عليه نظام اللي هو مضادة الاذية يعني مثلا اذا فعلت هذا الخيار انت رح تقدر تستخدم اسلحتك وتقدر تصيد حيوانات او اسماك او اي حاجة لكن ما تقدر تقتل لاعبين ولا اللاعبين يقدرون يقتلونك يعني رح يكون خيار تقدر تستخدم في اسلحتك وتصيد وكذا لكن ما تقدر تطلق على اللاعبين او اللاعبين يطلقون عليك طبعا هذا اللي انا اتوقع ممكن يسوه وروكستار طبعا تبقى لها الكلمة الاخيرة ونشوف ايش راح يكون نظام الانتي غريفنج في الانلاين ثالث شي روكستار رح تضيفه في 2019 بعض التسريبات تقول ان روكستار رح تضيف طور بي في بي جديد باسم اللي هو القن رش ورح يكون على شكلين يعني انك تقدر تخشه لحالك او انك تخشه على شكل تيمز او فرق وطور القن رش رح يكون نظامه مشابه جدا لنظام القن جيم في كود يعني رح تبدأ بسلاح عادي تقتل الشخص المعين رح يعطونك سلاح اقوى تقتل الشخص المعين رح يعطونك سلاح اقوى ايضا في سنة 2019 رح يكون في مباني تقدر تشتريها في الانلاين سواء كانت بيوت او اللي هو مباني تقدر تشتريها لدارة اعمالك الخاصة وايضا رح يكون في مركبات مو سيارات لا رح تكون مركبات يعني عربات زي العرب ابو كفرين ابو كفر الموجودة في اللي هو الانلاين الان اللي تقدر تاخذها من المواطنين هذه رح يضغفونها ورح تقدر تشتريها طبعا تكلمنا بتفصيل كامل جدا عن المباني والمركبات ورح اترك لكم الرابط ان شاء الله في خانة الوصف اذا كنتم مهتمين بايش المركبات اللي رح يضيفونها لنا وايش المباني اللي رح يضيفوها لنا في خانة الوصف يا خوي الشي الخامس رح يكون اللي هو الباونتي هنتر او صائد الجوائز في 2019 رح يكون فيه اللي هو هذا الشيء طبعا لحد الان ما ندري هل رح تكون الجائزة على رأس اللاعبين في الاونلاين او فقط على رأس المواطنين مثلا المواطن المعين على رأس باونتي روح امسكه ودي لمقر الشرطة رح نعطيك فلوس لحد الان ما ندري لكن في كلتا الحالتين سواء كانت على رأس اللاعبين رح تكون حلوة واذا كانت على رأس المواطنين ايضا رح تكون حلوة في كلتا الحالتين شي رهيب ايضا روكستار تقدر تستخدم الباونتي أو الجائزة على اللاعبين كحل الأذية أو الغريفينج يعني مثلا شخص قاعد يآذي الناس في السيرفر ويقتلهم ويخرب عليهم روكستار تحط عليه باونتي ما بين العشرة دولار إلى العشرين دولار وجميع اللاعبين يقدرون يقتلون هذا الشخص وأول شخص يقتل هذا اللاعب رح يعطونه الجائزة وفي ملاحظة بسيطة إذا كان شرفك نازل وقتلت هذا اللاعب ما رح يعطونك شيء لكن إذا شرفك عالي رح يعطونك الجائزة فرقستار ممكن تستخدم اللي هو الباونتي كحل للأذية واكتبونا في خانة التعليقات إيش رايكم في هذا الموضوع طبعا على حسب خبرتي في رقستار وبما أني لعبت لعبة جي تي اي لمدة طويلة تقريبا خمس سنوات أنا متأكد بنسبة 100% أن رقستار رح تنزل لنا تحديثات أسطورية جدا والتحديثات اللي يبغونها اللاعبين يعني مثلا تحديث سرقة المحلات تتجمع أنت واصحابك وتقولون والله رح نسرق المحل المعين تسرقونه بنجاح والأرباح رح توزعونها بينكم شيء رهيب جدا مثلا سرقة البنوك أو الهايست دي أل سي كلنا نعرف أنه في الأوفلاين كانت مهمات سرقة البنوك جدا جدا أسطورية وجدا ممتعة فما بالك لو كانت في الأونلاين ومع أصحابك تخططون على البنك المعين مثلا بنك سان دينيس تخشون عليه تسرقونه والأرباح بينكم توزعونها والشخص المعين له نسبة كذا والعقل المدبر له أكبر نسبة فصراحة التحديثات الجاية رح تكون جدا جدا أسطورية أيضا روكستر ممكن تضيف لنا التحديث ينزل لنا ملابس جديدة تحديث ينزل لنا أسلحة جديدة يعني سنة 2019 رح تكون سنة أونلاين ردد ردم شينتو ورح تنزل لكم أشياء أسطورية وأي شي جديد رح ينزل في الأونلاين رح أغطيه في القناة هنا فلا تنسى تشترك عشان لا يفوتك أي شي جديد عن ردد ردم شينتو أونلاين اربطوا الأحزمة فالأسطورة قادمة قبل ما نقفل على المقطة حبيت أتكلم عن موضوع بسيط يتداول بين لاعبين ردد أونلاين بعض الأشخاص يقارن نجاحات جرانت وطريقة لعب جرانت بردد ليش جرانت تنزل لها تحديثات وردد لا يا خوي ردد توها جديدة بقراطيسها يعني أغلب الأشياء اللي تضاف لملفات اللعبة رح تكون تعديلات أساسية وإصلاح قليتشات أساسية بينما أونلاين جرانت لعبة مستقرة وطور مستقر تقريبا له أربعة إلى خمسة سنوات ما في أخطاء بدائية ما في أخطاء وقليتشات أساسية في أساس اللعبة لذلك روكستار إذا تبقى تضيف شيء جديد لطورة الأونلاين لجي تي اي ما رح يكون تعديلات وإصلاحات رح يكون شيء كبير على طول دي أل سي تحديث سيال لاب نيو كونتنت يعني ما رح يكون مهتمين بإصلاحات وإصلاح بوغز وغيرها كيف يا خويين تتقارن لي لعبة مستقرة لها خمسة سنين بلعبة أخرى ما لها ثلاثة شهور صح ولا لا طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لايجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل يلا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة